بس أوعك تتمادى أوعك تتمادى على يسوع المسيح تعرفوا سألوا عن مجيء الرب يسوع طيب ما تيجي ومن زمان وانتوا بتحكو لنا انه الرب جاي الرسول بترس بقول انه الرب جاي لا يتباطئ عن وعده كما يحسب قوم التباطئ لكنه يتأنى علينا لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة من نعمة ربنا اليوم عندك فرصة جديدة انك تطلب الرب المسيح جاء كمخلص والمؤمنين المسيحين نشروا الرسالة في كل انحاء العالم بالمحبة وبالسلام وبقوة يسوع المسيح لكن في يوم من الايام يا من تسيء الى يسوع سوف تواجه يسوع المسيح اليس مكتوبا وجيها في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين وهذا الكلام للكل المسيحي والاسلام يوم من الايام راح توقف الا هو مكتوب عن يسوع حكما مقصطا بالكتاب ان المسيح هو الديان شو راح يكون شعورك لما توقف امام الديان اسمع ما قال الرسول بولوس ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول آنته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك للتوبة ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله لان ليس عند الله مجزا سيأتي واجرته معه وسيجازي كل واحد حسب عمله مكتوب عندما يأتي يدين الاحياء والاموات عند ظهوره يوما ما ستقف امام يسوع المسيح اما فاتح لك الذراعه بسبب النعم انك انت مؤمن بيسوع المسيح او تواجه يسوع المسيح الديان عيناه كلهيب نار مكتوب الرسالة الى العبرانيين مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي الانسان اللي بتقدر باسم الدين او ليس عجبا انت بتموت وتقتل ايضا وفوق كل هذا بتواجه كل الابدية في جهنم النار بتتعذب الى ابد الابدين تعال اليوم الى يسوع المسيح قل له انا فعلت هذا بجهل قل له ارحمني انا الخاطئ يا رب يسوع تعال اسكن قلبي غير حياتي واملك على قلبي واعطينا اعيش لاجلك صليها والرب يباركك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة